طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة ان شاء الله جماعة هنتكلم عن الطرق اللي بقدر اضبط بيها الايزوتونيستي بتاعة المحليل سواء كانت اللي بتتحقن في الوريد او بتتعمل على شكل اي دروبس بتتحط في العين طبعا في بعض الحسابات المهمة جدا لازم تعرفها تؤدجست الكلام ده احنا الجزء بتاع فهمنا يعني ايه اسموزيس فهمنا يعني ايه طيب اتخيل معايا لو ان الوضع دلوقتي مع الايه مع الدم لو انا بحقن حاجة في الدم من ضمن الحاجات المهمة جدا نتخيلها الوضع كالادي في حالة ان انا حقنت حاجة في الدم ليها ضغط اسموزي اعلى من البلد لو اعتبرنا دي الاربسيز كرات الدم الحمرة وانا المحلول اللي انا حقنته محلول فيه كمية او الايكترولايت اعلى من بتاعها داخل فاييه اللي هيحصل لو انا حقنت في الحالة دي بنقول عليه اللي بيحصل بمنتهى البساطة ان الايه هتبدأ تتحرك من داخل الاربسيز لخارجها عشان تعمل ايه تعادل الاملاح اللي مرة ودوت طبعا قلنا بيعمل شرنكج في الاربسيز وبيقدي الى الوفاة في الحال طيب في حالة ان انا بحقن محلول لاوزموتيك بريشر اقل من الاوزموتيك بريشر اللي داخل الاربسيز ادي الاربسيز اهي ودي محلول هيبوتونيك سوليوشن يعني محلول مخفف باملاح اقل من الموجودة في الاربسيز اتوقع ايه اللي هيحدث اه العكس الفليوود هتتحرك من الخارج للداخل وهيحصل في الاربسيز بالشكل دويت يؤدي الى ربشر ويؤدي الى في النهاية الى برضو الوفاة والديث في الحال تمام اذا المحلول اللي يتحان في الدم لازم يكون ليه مواصفات ان هو يكون ليه نفس الاربسيز تبع تبع البلد في طريقتين الميجور اللي بنستخدمهم اول طريقة منهم بتعتمد على ان المحلول اللي تم حسابه انه هو بيكون ايزوتونيك اللي ممكن يتحقن بشكل سيف في البلد طيب رجعوا استخدموه كمصدر لمعرفة اذا كان المحلول بتاعي دوت هيكون ايزو الى اوزموتك بريشر المكافئ لواحد جرام من الدرج من السوديوم كولورايد بمعنى اي بمعنى ان السوديوم كولورايد اكويفلنت او اي درج هو عبارة عن الكمية او الايي فاليو بتاع الدرج هي كمية السوديوم كولورايد اللي لها نفس الضغط الاوسموذي which has the same which has the same اوزموتك افكت as one gram من الدرج فلو انا جيت قلت ان ال اي فاليو ال اي فاليو حاج ال ال دكستروز مسلا اي مادة دكستروز ال اي فاليو بتاعته بتساوي كم يا شباب بتساوي point one six يعني ايه معنى الجملة دي معنى انه كل واحد جرام من الدكستروز لنفس الاوزموتك بريشر لستاشر من مية جرام ان اي سي ال طب دا كويس جدا انا بمعلومية الحاجات دي انا اقدر اعمل ايه اقدر اطلع اللي انا محتاج اضيفه من الايزوتونيك ايجنت او المادة اللي بزبط بها الايزوتونيستي بمعلومية حاج الدرج بناخد مثالي ووضح الكلام ده بيقولي هنا a solution contains one gram من الايفيدرين sulfate in a volume of 100 ml في ميت ميلي what quantity of sodium coloride must be added to make the solution aizotonic يعني لو انا عايز ازبط محلول من الايفيدرين sulfate في واحد جرام مذاب في ميت ميلي هحط sodium coloride قد ايه عشان ازبط الايزوتونيستي طبعا انا لازم اكون عندي معلومة اللي هي الاي فاليو تبع الايفيدرين sulfate in a value حاج الايفيدرين sulfate بتساوي 0.23 ده معناه ان كل جرام من الايفيدرين ليه نفس الضغط الاسموزي حاجة 0.23 جرام in a c l طيب انا عارف اه طب المحلول بتاعي فيه كام هو فيه جرام يبقى كأن انا لو شلت الايفيدرين sulfate دوت احط مكانه كام احط مكانه 0.23 جرام in a c l تمام المكافئ ليه طيب انا عندي المحلول حاجمه كام هنا طب ما انا عارف ان الاستاندرد بتاعي اللي هو 0.9% sodium coloride يعني ازا لازم يكون عندي ما يكافئ 9 من 10 جرام sodium coloride لكل 100 ميلي بس للاسف انا عندي هنا كام عندي 0.23 فاذا المحلول ده hypotonic وعشان ازبط الايزوتونيسي بتاعته لازم اضيف على المحلول sodium coloride كميته قد ايه هي normal saline 0.9 جرام بطرح منها ما يكافئ الدرج اللي هو 0.23 يطلع عندي 0.67 جرام صوديوم كولورايد 0.67 جرام صوديوم كولورايد يبقى تاني عشان ملعبطش نفسي اشوف الدرج اللي انا اشغال عليه اشوف الايه فاليو بتاعته بتساوي كام زي اللي عندي هنا هو الايفيدرين الايه فاليو بتاعته بتساوي 0.23 جرام طيب الحجم اللي موجود فيه المحلول 100 ميلي يبقى ان لو مفيش ايفيدرين يبقى لازم يكون عندي صوديوم كولورايد في الميت ميلي دول لازم يوصلوا 9 من 10 عشان احنا قلنا normal saline او normal saline هو الايه هو الستاندرد الايزوتونيك مع البلود وبيتحقن بطريقة سيف مفهاش مشكلة طيب ابدأ اعوض ببدلالة الصوديوم كولورايد بدل الايفيدرين صالفيت هشيل الايفيدرين صالفيت اهو احط مكانه مين احط مكان الجرام منه بيكافق منه 0.23 جرام ن ايه سي ال بس انا التارجت عندي ان انا عايز اوصل لكام ل 0.9 يبقى اذا فرق اللي اتنين من بعض فرق اللي اتنين من بعض ال 0.9 ناقص 0.23 يديك ايه 0.67 اللي هو كمية الصوديوم كولورايد اللي انا محتاج اضيفها عشان تظبط الايزوتونيك طيب دي الحالة الاولانية هنا بقى بيقولك طب والله انا مش عايز احط مين انا مش عايز احط صوديوم كولورايد قد يكون بيسبب مشاكل مع الدرج بتاعي عايز اضيف مادة تانية ايه هي المادة دي بيقولك دكستروز لو انا حبيت اضيف دكستروز اه how much دكستروز لو انت تستغلم دكستروز عشان ابدأ اشتغل لازم اعرف الايه فاليو حاج الدكستروز انا عرفت كمية الصوديوم كولورايد اللي انا محتاجها اللي هي .67 جرام ده اللي انا محتاجه لو هحط صوديوم كولورايد طب لو هحط دكستروز الاي فاليو حاج الدكستروز بيتساوي كام الاي فاليو حاج الدكستروز .16 طيب خلاص كده اتحلت ازاي اتحلت أما يكون دوت اللي هو ال .16 مكافئ ل 1 جرام من الدكستروز يبقى ال .67 اللي أنا عايز أحطهم كسوديوم كولورايد أحط بدلهم دكستروز قد إيه مش أنا بقول إن الجرام من الدكستروز من الدكستروز تكافئ في الضغط الأسموزي زي .16 جرام سوديوم كولورايد طيب أنا عايز أحط .67 ده اللي إحنا حسبناه لو إحنا هنحط سوديوم كولورايد في الجزء الأولاني يا طرى هيكافئهم كام من الدكستروز بالكروس ملتبليكيشن هيطلع 4.2 جرام دكستروز كده أنا استنتجت حكتين لو أنا عايز أزبط الأيزوتونيستي بتاعت محلول 1% إفيدرين إما إن أنا أحط .67 جرام سوديوم كولورايد وده هيخلي المحلول إيزوتونيك أو إن أنا أحط 4.2 جرام دكستروز الاتنين دول بنسميهم إيزوتونيك إيجين دول اللي بيأدجستينج الإيزوتونيستي بتاعت المحلول ده ترجمة نانسي قنقر